فرحب بحضراتكم مرة تانية انتشر بشكل كبير مؤخرا مش عايزة اقول بس بين الستات الحالة لان ده بين الستات ورجالة الهوس المفرد فيه ان الواحد يبقى جسمه رشيق ان الواحد عايزة تبقى رفيعه ان الولد برضو يبقى لو كان خصوصا نهو صغير او مشابه يعني زايد شوية في الوزن ان الافراط الشديد ان احنا نعمل رجيم ونمنع نفسنا من كل حاجة وحتى لو اكدنا حاجة فيه طرق طبعا يعني بنسمع عنها مش هنتكلم فيها لكن احنا بنتكلم فيه المشكلة سواء اللي عايز يخص قوي 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 او كمان اللي اخله مرتبط الى حد كبير بالبعد النفسي يعني تتدايق فنقعد على برطمان النوتلا او علبة الايس كريم نخلص عليها نضرب ازاي ان احنا نتحكم في ده وازاي ان احنا ناكل بشكل صحي وان احنا ممكن نحصل على الجسم الرشيق اللي بنحلم به كلنا بس بشكل صحي ده اللي احنا هنعرفه النهارده بتشرفنا كارينا يوسف اخصية التغذية صباح خيريا كارينا صباح النور زيك يا كارينا صباح الفل طبعا الناس كتير حبا تبقى جسمها رشيق وزن قليل الرجيم المعتاد بيبقى يخد وقت شوية محتاج اراضة شويتين الناس اللي بتجوع بالليل وكل الحاجات دي في بقى حيل كده علشان نتغلب على الرجيم ونخس طرق اظن ان هي غلط يعني احكي لنا بقى ايه هي الاضطرابات دي اللي بتبقى نفسية او الموجودة عند الناس بتضطرهم للحاجات دي للأسف لما احنا بنكون بنبص قوي على وزننا او بنركز على الوزن بس ده ممكن يكون بيأثر علينا بشكل بشكل سلبي او بشكل مش مظبوط لنا ففي نفس الوقت ممكن نكون بنروح دايماً شايفين نفسنا مش عندنا عندنا وزن كتير واحنا أصلاً وزننا قليل دايماً نكون بنقارن نفسنا للأسف السوشال ميديا دلوقتي بقت بتعمل اعلانات كتير قوي على انه الناس شكل اللبس بيكون عامل ازاي وإيه الشكل الموازين بتاعت الست المفروض دلوقتي تكون عاملة ازاي والناس بقت خلاص يعني عايزة تكون زي الشكل ده بس أنا للأسف ماقدرش أكون بحصل على وزن او بحصل على شكل زي حد تاني بس أنا دايماً بقول بكون أفضل شكل نفسي في جسمي أنا فكرة أن أنا أكون بتغلب على الحاجات زي هي فكرة أني أكون باكل من كل حاجة من غير ما أكون بحرم نفسي يعني زي مكتب تقولي كده أنه أوقات بتكوني متضايقة أو تعبينة أو كده فبتروحي مثلاً تاكي آيس كريم وبدمره فهي زي الفكرة فكرة أنه أكون يا إلا بعمل آيس كريم في البيت يإلا أفكر هل أنا لو خدت آيس كريم ده هل ده حاجة هتبسطني ولا لا طبعاً مش بنلحق أن إحنا بقى نعود نفكر وكده لا على طول بنجري على طول على هنا نفكر بعد وبنعمل الجريمة بس عايزة بنعمل الجريمة وبنعمل الحاجة اللي إحنا عايزنا وتاني يوم ببتدي زبط يومي أنا النهاردة أكلت كتير قوي أنا هابدأ من بكرة دعايت بس ما ببناش هقولك حاجة برضو يا كرينا أنه أنظمة الدعايت التقليدية اللي هي الأكل المسلوق تفطر ربضة مسلوقة وتتغدى فرق مسلوقة بتخليكي زهيئتي وهتقرري تخرجي بوراة عشان كده عشان كده أنا طبعاً الدايت التقليدية أنا مش بعملها وضضها تماماً يعني أنا جايبة إجزامبل هوريكو يوم هني هيمشي إزاي وإمتى ممكن نلغبط وإمتى ممكن فكرة يعني دي مكونات يوم أكل الرجيم ده في عيش يعني هو عيش في الرجيم في ناس بتمنع خالص مستحيل أنا مستحيل أمنع العيش في عيش في بطاطس يبقى أنا شويات عيش في الفطار هكلم على في وجبة الفطار وجبة الفطار عيش جبنة وخص طبعاً خيار تماطم الفلفل ألوان أين كان الخضار إيه وممكن ناخد مثلاً جرجير معاه لأنه جرجير مغزي جداً كمان لعضلة القلب والهضم زي مقدس بتقولي برضو نوقات بيكون عندنا عسرهات الغداء هيكون ملوخية تبقى نوح الغداء معلش الجبن أنواع معينة بعينها أبعد عن حاجات أقرب من حاجات الجبن بفضل دايماً تكون جبنة بيدة حتى لو مش قليلة الدهون مفيش مشكلة بس أفضل دايماً تكون جبنة بيدة مش جبنة صفرة لأنه جبن الصفرة كلها بتكون مصنعة والعيش على فكرة العيش البلدي اللي هو البرادة أنا بحبه ده أفيد واحد وده غنيل كمان بالرادة أنا عايزة أقولك كمان أن أنا بدي ابني في المدرسة لانش بوكس عيش بلدي لازم أن في ناس بتكسف أو بتقول لا الفين أو التاني أشيك أنا بتغينه ده لأنه ده أفيد ده أفيد كتير والرادة بتاعتمه غزية جداً ولو حد مثلاً بياكل بكمية كبيرة هاكل كمية بتاعت مثلاً تربع رغيف ما قدرش أقول نص لأنه ما يفعش أقصره في كمية النشويات اللي بيأكلها زي اللي اعتمد على حجم الرغيف برضو رغيف كبير كده أخذ تربع رغيف برضو صمرت فكهة يعني ده كويس عمي يعني رغيف ده كويس عمي بطريقة يعني نص ده لطيف كتير نص ده كويس قوي ممكن أخذوها الفتار نص رغيف بيجبناه بالشوية خاص خيار الغدا ممكن أخذ ملوخية بسلة فصوليا لبيا عتس كوسا ملوخية باميا سبانخ أين كان إيه أنا عنزي هنا باميا عنزي ملوخية في هنا كوسا وغزر وفصوليا خضرة ما عنديش مشكلة فالخضار دايما كله يكون خضار مدبوخ بسلسة تماطم فراش مش سلسة جهز يعني السلسة الفراش اللي هي التماطم عملينها في البيت بعصور تماطم ممكن أخذ معلقة سلسة جهز عشان تديني التعامل اللي بدور عليه بس عمتا بكون بعملها مع الخضار دا أكيد لازم أكون بحط نشويات فإلا هيخد بطاطس يقل لها رز يقل لها عيش يعني الرز برضو مكارونة أو مكارونة أو مكارونة أو مكارونة رز بس لو أنا برضو بأخذ كمية رز كبيرة هقلل شوية في كمية الرز بتاعتي يبقى أخذ رز وخضار وشوية لحمة أو فراخ فراخ أو لحمة دي وجبة الكذا في النص بقى ممكن مثلا أحط ما بين الفطار وغدى هنا مثلا ما بين الفطار وغدى فاكهة ما بين غدى والعشا فاكهة يبقى أنا كده اعملت فطار غدى فاكهة في النص فاكهة في النص والعشا قررت إن سناكس الحاجة اللي في النص اللي كنت بخذها بينهم أنا طيرتهم اللي اتنين طب خلينا نتفق أنه الالتزام في حد زيته صعب بيزهق بالزيت في الأكل وأي حد بيلتزم بنظام أكل حتى لو بندخل فيه آيس كريم حتى لو بندخل فيه شكولاتة أو حتى لو أي حاجة بنزهق أو بنجوع بالليل أو بنبوز مهم يعني وده لو حصل لما نحب بنبوز نبوز بإيه ما يبوزش إضايش ماشي أنا النهاردة نبوز بإيه التبويز لأ هنبوز بالشكل اللي إحنا عايزين يعني أنا نفترت اتغديت وهتعش طبعا الزبادي وفاكهة أو ربع رغيف يعني ممكن أخد عيش كمان بالليل مفيش حاسة مامة ممنوعيش ساعتها أنا لو هبوز مثلا هبوز واقبة الغداء بس أنا عارف أني هبوز في واقبة الغداء فأنا هطير الغداء وهبوز فيه بوزت بقى جامد أوي مفيش مشكلة مكرونا باشمال مثلا مش مهم ده أخرك في طبويز يعني بس هاخد قطع مكرونا باشمال مش مكرونا هناخد قطع حلوة وبكرة أو تاني يوم على الغداء نفسه مش هاخد رز أو عيش أو بطاطس بس مش من الفطار ومش من العشاء على الغداء بس يبقى أنا طيرت النشويات على وقبة الغداء يبقى أنا فترت اتغديت اتعشيت الغداء بتاعي كان مباوز شوية هو ده اللي عوض منه عوض منه بس مش في اليوم كله عشان ما حيسش إن أنا أكني بعاقب نفسي لأنه فكرة العقاب دي هتدخلني في سكة إن أنا أخايف من الأكل لأهو ده حلو لأنه في ناس لما بتبوز مرة في وقبة بتفتكر إنه الموضوع كله باز فخلاص مش هكمل وتيقس لا أنا بوزت هكمل يومي عادي جدا ولا أكنه حصل أي حاجة أوكي وتاني يوم بزبط ملحقتش تاني يوم ثالث يوم بس مهمة في الأسبوع أعوض اليوم ده إني مش لازم تاني يوم على طول هي فكرة فكرة إنه في الأسبوع كله أنا بأكل كام سهرة حرية في الأسبوع كله إزاي أظبط نفسي لأنه إنتي لسه وإحنا منتكلم في الأول إن في ناس أصلا ما بتقتنعش بمعنى مهما كان الواحد بيستهرب مهما كانت رفيعة بتبقى بصة شايفة نفسها بشكل آخر على المراية بتبقى شايفة نفسها تخين طيعيني بيتغطوا على نفسهم ويقول لهم عايشين في رجيم شديد جدا طول عمرهم وبيتمرنوا بزيادة وبياخدوا أدوية عشان خطر يفوتوا على الطوالات أكتر عشان ينزلوا مياه من جسمهم هي دي الفكرة أتعامل معه إزاي أو أتعامل مع الحالة دي إزاي ساعتها أنا بتكلم معيها نحن نتكلم يعني بخليها تقول لي هي ليه شايفة كده أو إيه سبب زهور الحتة دي أنا لازم أواجه المشكلة أواجه المشكلة أشوف المشكلة دي جاية بسبب إيه هل جاية بسبب حد قال لي كده قبل كده أو هل دي حاجة مدايقاني هل في حتة في جسمي مدايقاني معينة ساعتها واجه المشكلة أحاول أعالج المشكلة دي بل لو حد مثلا قال لي حاجة وأنا صغير حاول مثلا أتكلم معها أقول لها مثلا طب إنتي شايفة كده بجد نفسي بالأكل تبتدي إنك بتكلميها كده وبعد كده بتيجي بتقول لك عشان هي لما بتكون تعبانة نفسيا ما بتكلش خالص فلما بتكلم معايا كده بيجي بقولها في الآخر طب إنتي نفسك تأكل إيه تقولي أنا نفسي أكل كده بس خايف فساعتها أقول لها نرجع للنقطة اللي احنا تكلمنا فيها في الأول ونرجع نحط دايت أو نظام غذائي يكون شبحها بس بحط لها يوم أو يومين أيام كونفت أيام هي مرتاحة فيها أيام مثلا مش بحط لها نشويات أيام زي الأكلات اللي كتاكلها قبل كده فساعتها هي بتمشي على لانة كده مش بخطها وبريحها وبديها كده بالأول أسبوع لقيت نفسها نزلت أو سبتت على الأكل دا هتتسدائك وهتبتدي تكمل معي دايما بقول لازم يتكلموا معها في ناس بيقولوا أنه هو يعني يقال كده احنا بنشمل الأكل بنتخل نتعلمهم وبيبقى فعلا بيأخذوا سعورات قليلة جدا جدا على مدى هاي أسماء بينقنقوا في النص كتير هي دي فكرة ممكن ما يكونوش بيأكلوا وجبات كده ممكن ما يكونش بيأكلوا وجبات صريحة بس ممكن أكون مثلا بأخذ مثلا فكهاية هزود في الوجبات بتاعتي أو هزود في السعورات اللي بتاعتي بقى معزل بنفسي وفي الأخر ما بخسج بس بعض الناس يا كرينا لما بيقللوا في كمية الأكل التي بتقولين مهما ناخد كمية رز قبل كده أنا هنخليها قد كده كده قد كده بس مش كده لما بتقلل في الكمية بيجيلك تقيب يعني بيبقوا لسه أيمين من العلقات اللي جاعنين فهم مع الوقت بيبقوا مكتقيب عشان كده مش بنقلل جامد يعني هقلل بس هقلل حاجة بسيطة أزود في الخضار أزود في شوية نسبة البروتينات أزود في السلطة يبقى وكبيتي تكون كاملة فيها كل حاجة مش بيع جيدا شكده دايما بيقول الخضار المطبوخ هيلكم وهايخيش هي مش بيع بس مش لذيذة يعني غازوريني معلش هي مش بيع بس مش لذيذة بس مثلا لو أتكلم عن الكبدة لأنه الكبدة مثلا مغزية جيدا لأنه فيها برضو فيتامينز كتير قوي فلو أتكلم عن الكبدة أو البرجرز أو كده الحاجات اللي بتكون لحمة حمراء أو كده فساعدتها ممكن أكون بعملها مثلا مع شوية عيش وأزود في الخضار سوتي أو أزود في السلطة بتاعتي فساعدتها أنا بزود حتة تانية في الوجبة بتاعتي عشان محسش به أن أنا جعين طيب الهوس بالميزان يا دين بقى المشكلة دي أعتقد برضو في ناس كتير بتبقى مركزة أكتر على الميزان أكتر من الشيب أو الشكل في الجسم الفكرة أن أنا أكون ببص أنا وزني قد إيه أو وزني كام دي فكرة لازم نحاول أن نحن نطلعها من دماغنا لأنه ممكن توصلي للوزنة اللي أنت سعيزي وفي الآخر يكون شكلك مش مريحك لأنه في الأول وفي الآخر هي فكرة دهون وعضلات لو أنا نزلت كمية دهون كفاية وثبت عضلات يبقى أنا شكلي هيتغير لو أنا ما نزلتش دهون خالص وعمال بنزل مية شكل جسمي هيبقى مش نازل خالص وهتحس إنك محبية مية أو تقلانة أو تقيلة أو كده فلازم دايما أكون بشوف أنا بنزل دهون مزبوط ولا بنزل عضلات ولا إيه نوع النزول اللي أنا بنزله يعني شكل النزول بتاعي عامل إزاي لو أنا بنزل دهون يبقى الميزان ملوش أي تعوى بينا فلازم أطير الميزان خالص قوق وبجد أبطل إني أكمل فيه أنا لسه كت بقول آخر مرة كت بتكلم بقول إنه بقالي ست سنين ما وزنتش نفسي أوه أنا فكرة كنت معي بقيسي على الليبس يعني مثلا أنا عندي مثلا بلوزة معينة شكلي فيها كده لو تزيقت عليه شوية يعرف إنها زكت نبقى بلوزة كاشت نجد عامل أنا أبتدي أشوف ببانطلوني أخي على كل إن أنت نورتينا كالعادة كرينا على الوصفات وعلى النصايح الغذائية إزاي نعيش حياتنا بشكل طبيعي من غير ما نقزم نفسنا في نظام دايت معقد يجيب لنا اكتئاب ونبقى طول الوقت مش مبسوطين بالأكل ومش مبسوطين بحياتنا وفي الآخر مش مبسوطين بشكلنا ولا شكل أكسامنا فشكرا لكي كرينا